سؤال منهم لدكتور محمد أبو سمرو وهو المسألة بتاعة التغير في الموقف البريطاني هل من الممكن أن يؤدي إلى حالة ما؟ هو طبعا الآن في تغير في مواقف معظم الدول مش بس بريطانيا فرنسا بتأكيد في تغير نوعي بريطانيا أكيد يعني خروج بريطانيا من دائرة التأييد المطلق لأمريكا في دعم الموقف الأمريكي برفض كل قرارات أو مشاريع قرارات المجلس الأمن ومشروع القرار الجميع العامة وتمايز الموقف البريطاني هذا دليل نجاح قوة ضغط داخل المجتمع البريطاني هناك زلزال على المستوى السياسي داخل البريطانيا كما هو أيضا في فرنسا كما هو في أوروبا حتى داخل أمريكا هناك زلزال سياسي كبير وهناك تغيرات داخل الكونغرس نفسه بتقديري يعني أن بريطانيا تسير باتجاه بالفعل قيادة موقف أوروبي للضغط على الولايات المتحدة بشكل أو بآخر من أجل وقف حالة ليس فقط الانحياز ربما كلمة الانحياز للعدوان أو للعدو الصهيوني أصبحت كلمة لسدات معنى الولايات المتحدة ليست فقط شريكة بالعدوان الولايات المتحدة هي من تقود العدوان يعني إذا ردنا حتى أن نحدد أو نصنف طبيعة العدوان الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة وفلسطين الحقيقة الواقعية أن العدوان هو عدوان أمريكي بأيدي إسرائيلية وليس عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي هو عدوان أمريكي على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأكملها لا يستهدف فقط غزة وفلسطين غزة هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة جداً المزدحمة جداً بالناس والسكان والمدنيين بالتالي أعتقد أن الآن العالم الغربي وعلى رأس بريطانيا بدأت تدرك أن هناك موجة من الكراهية تستشري في العالم أجمع في الغرب وفي العالم العربي ضد الغرب وضد أمريكا وضد الثقافة الغربية وضد الهيمنة الغربية في المنطقة وأيضاً ضد الدور البريطاني الخفي الذي تلعب بريطانيا على الدوام في دعم وجود الكيان الصين ودعم كافة اعتداءاته ليس فقط ضد فلسطين وإنما ضد المنطقة العربية يعني فتش عن اليد الخفية البريطانية في أفغانستان ستجدها في العراق ستجدها في بريطانيا ستجدها في لبنان في سوريا وبالتأكيد في فلسطين ونحن لا ننسى بالتأكيد أنها صانعت مأساتنا الكبرى يعني من خلال قتل البريطانية طبعا طبعا نراهن على تغيير الموقف وخاصة أن هناك تظاهرات أستاذ يوسف تظاهرات مليونية بدأت في بريطانيا وهناك حراك سياسي ليس هينا لا كم لدكتور كم واعتقد أن الحراك السياسي سوف ينتج عنه موقف مؤثر خاصة أن الكثير من الدول الأوروبية تمارس ضغوطها على بريطانيا هذا الجانب الجانب الثاني بدأ السلاح الاقتصادي وسلاح المقاطعة وأعتقد بدأ يجدي ثماره وأنا تمنى أن ننجح نحن كعرب وكمسلمين في استخدام سلاح المال